السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي يهون عليكم سكرات الموت تعالوا نعرف بعدما نصل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قدوا بالكوا حبيبي ربنا يا ربي يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل وحسن الخاتمة وأسأل الله أن يهون علينا وعليكم سكرات الموت وأن يجعل كبورنا روضة من رياض الجنة اللهم آمين كلما نقرب من ربنا أكتر وأكتر ونكتهد في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو إعنا في معصية نلحق ونتوب ونرجع على ربنا ونبر الوالدين ونصل الأرحام ونحسن إلى الخلق أجمعين ونبتعد عن المظالم ونحب لقاء الله فهنا يحب الله لقاءنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وهنا يهون الله علينا سكرات الموت وعلى فكرة من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا يعني يجعل الذنوب اللي احنا بنقع فيها تكون يعني بتخلص في الابتلاءات والمشاكل والمصائب التي نبتلى بها في الدنيا فيخلص كل ده بفضل الله قبل ما نقدم على السكرات فلو بيقيت بعض الزنوب البسيطة ممكن يعني نجد بعض الآلام من السكرات ثم بعد ذلك تنفرج الأمور بعد أن تنتهي تلك الزنوب لكن من كمال رحمة ربنا إن ربنا يجعل كل الزنوب بتاعتنا تخلص في ابتلاءات الدنيا وفي مشاكل الدنيا وإحنا كمان برضو لازم يكون عندنا برضو شيء من الحنكة والزكاة إن إحنا نحاول ما نبقش على نفسنا زنوب يعني إيه يعني العبد ما هفيش حد في الدنيا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده قال صلى الله عليه وسلم كما عنده أحمد والترمذي بإسناد حسن كل بني آدم خطاء وخير الخطائينا التوابون فنعمل إيه لو وقعنا في زنب غصبا عننا كل واحد عنده نقطة ضعف لكن ما يكونش فيه تعمد للزنب ولا استحلال لفعل الزنب إنما لو الإنسان وقع غصبا عنه في زنب يلحق ويتوب ويرجع لربنا في ساعتها ودي فايدة بقى دعاء سيد الاستغفار إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر هذا الدعاء من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة ليه بقى؟ يأني لما بنقوله بيخلص على كل الذنوب مع عدل مظالم فالمظالم نحتاج أن احنا نتحلل من كل المظالم طيب تحللنا من المظالم ما فيش علينا مظالم لا غيبة ولا نميمة ولا أكل مال ولا شتم حد ولا إن إحنا أسأنا لحد ولا عملنا أي حاجة الحمد لله تخلصنا من المظالم وتحللنا من المظالم ردنا الحقوق لأصحابها ما بقي إلا الذنوب اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى والتوبة فيها قريبة جدا كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا فدي فايدة الاستغفار إن إحنا لما نكثر من الاستغفار بننظف الصحيفة أول بول فلو متنا نموت على توبة ونموت على استغفار فلا يكون هناك ألم في السكرات بإذن الله سبحانه وتعالى ودايما نداوم ودي بسيطة لحضراتكم دايما نداوم على سيد الاستغفار قبل ما ننام وأول ما نقوم نقوله مع أذكار الصباح بفضل الله سبحانه وتعالى هنا بفضل الله سبحانه وتعالى لما نكثر من الاستغفار نكتهد في طاعة الرحيم الغفار نتبع الرسول المختار صلى الله عليه وسلم نتوب إلى الله لو إحنا في زنب نبر الوالدين ناصر الأرحام نحسن إلى الخلق نبتعد عن المظالم نحب لقاء الله يحب الله لقاءنا ويهون علينا سكرات الموت ندخل القبر نجده روضة من رياض الجنة نيجي يوم القيامة نلاقي نفسنا في ظل عرش الرحمن نروح نشرب من حوض النبي العدنان صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا ثم ندخل الجنة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته